مليون مبروك لكل الاهلوية في كل مكان تأهل مهم لدور نصف النهائي من بطول الدوري قطال افريقيا وعايزين دايما نفكر بعض ونتكلم مع بعض في ايه؟ في ان دايما دايما الاهم بالنسبة لجمهور الاهلي البطول او بنفرح خطوة مهمة جدا عقوة اصعب عقوة في بطول الدوري قطال افريقيا هو الفوز وتخطي سوندونز ده حصل احنا نبراح كمان كممكن نكسب ماتش عادي جدا يعني احنا كممكن نجيب اتنين تلاتة اربعة عادي تقلق عدد كبير من اللاعبين جهاز فني ممتاز مغلطناش لما قيمنا الراجل بدري خالص مغلطناش خالص فعلا مدير فني يستحق ان هو يكون متواجد في المكان ده كمدير فني للنادي الاهلي ففي جوانب عديدة لكن الاهم بالنسبة لي ان الاهلي رد الاعتبار احنا بعد شهر من دلوقتي زي السنة اللي فاتت كنا في كمة الحزن ما كناش مصدقين نفسنا ان الاهلي خسر خمسة في مباراة الزهاب هناك في بريتوريا من سون داونز كان موضوع صعب جدا على كل جمهور الاهلي محدش كان قادر يستوعب اللي حصر ظروف مختلفة بقى اخطاء ممكن تكون من النادي الاهلي نفسه سواء اخطاء فنية او اخطاء ادارية مفيش مشكلة ما تعترف بالكلام ده لكن الجميل انك تصحح الاخطاء دي من خلال مبارتي هذا العام وده اللي حصر النادي الاهلي فاز في القاهرة من سفر راح هناك تعادل واحد واحد لانه سافر بدري لانه رتب كل اموره بشكل مظبوط لانه تعلم من اخطاء فانت ردت الاعتبار من خلال تعلمك من اخطاء اللي انت ممكن تكون ارتكبتها في الماضي وبالتالي اسعدت جمهورك بالتأهل لدور نصف النهائي المنتظر كمان جمهور النادي الاهلي منتظر ايه منتظر الفوز باللقب وده الاهم في كل الاحوال في جوانب عديدة انا حابب اتكلم فيها مع حضراتكو يعني بخلاف الفرحة وان احنا كلنا موسطين بفوز النادي الاهلي وتأهله لكن في خطوات لازم ناخد بالنا منها من خطوات مهمة الخطوات دي بتتمثل في ايه مجلس ادارة النادي الاهلي لو نرجع ورا كده شوية مع بعض مباراة النجم الساحلي الاولى في دور المجموعات هناك في تونس في ملعب رادس لما خسرنا واحد سفر لما اضطرد من عندنا ايمن اشرف في اول 12 دقيقة لما كان الحكم جوشوا بوندو الحكم البوتسواني هو اللي بيدير هذا اللقاء واللي كان في الحقيقة بالتحديد من حيث الادارة الفنية للقاء وده كان واضح للكل واضح للجميع الاهلي عمل ايه ساعتها وانا لازم اسرد لحضراتكو الامور دي عشان نفكر بعض بالخطوات اللي قدت في الاخر ان احنا نشوف بكاري جساما مبارح غصبا عنه بيحكم بشكل عادي يعني تحس الرجل وهو بيدي قرارات عادلة كده يمكن مددائق شوية لكن هو كان غصبا عنه ماشي بشكل كويس في مباراة الامس ليه؟ عشان الخطوات اللي انا بقولها لحضراتكو اللي حصلت بداية من شهر ديسمبر تحديدا بعد مباراة النجم السحلي النادي الاهلي عمل ايه؟ خطب الاتحاد الافريكي لكرة القدم خطب الاتحاد الدولي بخصوص الحكام في خطابه في الاتحاد الافريكي تحديدا قال اربع نقط انا عايز افكر حضراتكم بيها اول حاجة قال ان لازم يبقى فيه الفار في بطولات دوري ابطال الافريكي تاني حاجة او في كافة البطولات يعني تاني حاجة طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكم اللي هو جوش وابندو في نفس البطولة للفريق بالنسبة لنادي الاهلي بتاعت حاجة قالك ايه؟ قال ضروري تعيين حكام النغبة للمباراة الكبيرة زي مباراة الاهلي والنجم السحلي في التوقيت ده او اي مباراة يعني في بطولة دوري ابطال الافريكي عيب جدا لما نكون في بطولة بهذا الحجم ويكون الحكام مش على قد مستوى الفرق وعلى قد مستوى الحدث رابع حاجة قالك ايه؟ قالك ضروري التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباراة بالالتزام بالحيادي وده اللي طلبوا النادي الاهلي بعد كده بعد ما خاطب الاتحاد الافريكي خاطب يوم 13 2019 الاتحاد الدوري يحفظ على حقوقه الاتحاد الدوري قالك ايه؟ قالك هاتلي اللقطات طلب من الاهلي هاتلي اللقطات الخاصة بالمباراة دي واحنا نراجع ونشوف الدنيا ايه؟ فعلا الاهلي يوم 10-12 بعت كل طلبات المطلوبة منه بخصوص مستنادات وبخصوص مخالفات حكم مباراة الاهلي والنجم الساحلي للفيفا ايه اللي حصل بعد كده؟ كان فيه تحذيرات شديدة للحكام في البطول بضرورة التزام الحيادية وده اللي حصل وده نقطة كانت مهمة جدا من بعد مباراة جوشوا بندو والنجم الساحلي ما عانناش قوي من الحكام اه بيبقى فيه اخطاء والاخطاء بتبقى ورتليك وعليك بتحصل لكن ساعة دي بفيه اخطاء متعمدة فمن ساعة مباراة النجم الساحلي ما حصلتش الاخطاء دي قبل مباراة الاياب بالتحديد او مش قبل مباراة الاياب كمان مع ساندونز ده من بداية معرفنا ان الاهلي حيقابل ساندونز كان فيه تحرقات زي ما اعلنناها لحضرات كل اسبوع اللي فات من قبل كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي من خلال خطابات مستمرة مع الاتحاد الافريكي لكرة القدم بخصوص التخوف والتحفز على تعيين بكاري جسامة لمباراة الاياب عشان الماضي اللي عنده مع النادي الاهلي والاخطاء كتيرة وكل الكواليس اللي حصلت قبل كده في مختلف المباراة اللي قدرها للنادي الاهلي طلب ايه الاهلي ساعتها؟ اقال يا جماعة احنا مش عايزين تحيز لا لي ولا علي انا عايز عدالة تحكمية في الملعب عايز كمان يبقى فيه مرأبة من الاتحاد الافريكي مرأبة حقيقية على الحكام وده اللي لقان النادي الاهلي واللي حصل فعلا حاكم مباراة بكاري جسامة كان جيد جدا على مدار احداث المباراة طبعا بيبقى فيه خطأ مثلا تأديري بالنسبة له سواء للأهلي او لسانداونز بتحصل لكن في نفس الوقت مكانش فيه اخطاء مؤثرة جدا على احداث المباراة سواء للأهلي ايضا ولسانداونز ده دايما اللي كان مطلوب ده اللي كان بيطلب بيه النادي الاهلي بقاله فترة من اتحاد الافريكي واللي كان طلبه قبل كده من مصر من اتحاد المصري وكل هذه الامور لان الجانب التحكمي ده بيبقى مهم وبيفرق في مشوار بطولات كتير جدا للمكافة الفرق بالمناسبة مش لفريق النادي الاهلي بس انت بتصرف في مصاريف وتدفع دم قلبك عشان تحاول تكسب البطولة ما فيش مشكلة ممكن تخسر بس تخسر فنيا ما تخسرش بسبب الحكام فده ناتج مهم جدا عن تحركات مجلس ادارة النادي الاهلي بخصوص الجانب التحكمي واللي قتى بثماره من خلال مباراة الامس من خلال الحيادية اللي كان عليها بكاري جسامة الحكم الجنبي الشهير دي جزئية مهمة انا حبيت تتكلم فيها محرك وافكر حضراتكو بيها لان دايما بيبقى فيه قطوات كلها بتبقى وراء بعض وبتفرق في مشوار اي فريق في كل اللجواني